شهد رئيس أركان حرب قوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي دي مستويين إعصار 64 والذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني وقد بدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات لقادة على كافة المستويات ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع وقد ناقش رئيس أركان حرب قوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء إدارة العمليات